اهلا و سهلا و مرحبا بكل متسابعين و صفات رجاء المسانوية ان شاء الله سنجد احد الاطواجين معلك بوحد ثنائي القيم و الملوخية ياسالم بشو مباشرة مكونات الطريقة مواديتنا بسم الله و على بركة الله كيف تشوفوا المكونات لدينا كلها سهلة وسيطة ادنا هنا كيف مكتشوفوا ادنا قطع دي اللحم هادي اي نوع اللحم ممكن يكون دجاج عندي هنا جوج بصلات مشلطين عندي نسكاس الزيتون عندي نسكاس دي الماء عندي الربع مقطع عندي التومع اللي محكوكا التوابي اللي عندي الملح بزار سكينجبير الخرقوم هادي التوابي العادية مكونات كيف مكتشوفوه سهلة المكونات اللي حد الساعة مكونات سهلة و موجودة فكل بيت ادنا هنا نجيب الطواة مباشرة لحماس في الطواة قلنا سوف ندير ان شاء الله تاجين والكونات و نضيف التوابيل ببصير بطريقة ملحة تصورها لديه جوج بصلات وعند حماء التوابيل حمل أن تخلصها مرقضا المشرب لا أصدق بوقت و نضيف الشكل بصلات سوف نضيف الحمق نضيف الحمق نضيف الحمق نضيف الحمق نضيف الحمق هذه الحرق نضيف الحمق نضيف الحمق الملوخية بجوج طريين وخضرين بقين جداد طريين وغزائلين كتشوفو القيم صغير بزاف عندي كتشوفو على حد سبيعاتي شكل تفاح هو صفرجل ولكن مدق دياله رائع بزف بزف يعني تستهلكو بلا ما تديرو ليه سكار بلا هذا طيب فتاجين طبيعي سنغسلوه مزيان لانه عمر فيه وحد الصفه رقيقه من الفق كنا نعرفو القيم والصفرجل مكي تقشرش وكي كتكون وحد الصفه في الفق داروني خسنه من حي دوالي سافينا عادي نكمل هالشياده كامل وشللته وغادي نقشره تقريبا محلا كتشري التفاح ديالك كتشري التفاح ديالرادعي كيتقشر ومنقشره حتى نبهو نخدره بيه ما يتقشر لانهو كي تأكسد كي كحال منقشره حتى نبهو نديرو فتاجين سافي هنا يا بعد ما قشرته ووصلته وغادي نصيب سال ملوخياته هي انا اختاريت هذا اللي كتكون مربطة انا اخديت هذه غزالة غزالة بزاف طرية وبنينة وضغي كالطيب كتشوفها في حاس مالكين فيها شي يوصخ ولا شي حاجه يبتعي الحكاكا ديال ما تشحكوها ولو كان فيها شي يشوك ولا شي حاجه كيتحيد بسهوله سافيتها بعد ما رسلته سافي نخليها سافيك شوفوا اللحيمة وذيك البصله وذيك الميت الشعره تشحروا مع بعدياتهم ما بقى ليدابا ان شاء الله نجيبه الطاجين سوف نديرو فيه اول حاجه نديرو فيه ذيك البصله اللي يخلينا بصله وحده ولا بغيتو تزيدو تولى جوجب بصلات من شي مشكيلي ان هذا البصله راكدو ويلي كتعلق لينا المارة كيف ما كتشوفوا اللحمره شحرته في الطوا عادة نديرو في الطاجين انا ما كنشحرش للحم في الطاجين إذا شحرت الحم في الطاجين العطرية كلك تلسقيه في الطاجين وكيحرق لاحظة وممكنش لنا نحرقو الطاجين نخسروه وناكلو واحد الماداق اللي وخاي ونضيعو الحمس دينا ندير فوق اللحم ذيك البصلة وذيك الماتش اللي كينا من الفوق طبيعة الحراء دايبين نستفتك اللي قيم هذا القيم ما نقولش لكم كليت منه وكليت منه ما خليش فيه بززاف كان عندي كيلو سبارك الله وعطاتو لي غيصا ديقان غيب ضوقة واكين جرائي ايه اصافيكو استفتها دلملوخياتي اياه كي تواتوا بشكل كبير والطاجين تيجي زوين وكيجي صحي من السوشة ده الطومات السوغيج سبحان الله دلخودار كاتخرج بفضل وقت صدير الخريف يعني إنسان يحاول يستهرك بكثرة سوف ديك المرأة اللي قاتلية سوف تفيها واحد نس كاز ديه الماء وغادي نخوها هنا في الطاجين طبيعة الحال فوق داك اللقيم والملوخية سوف يطيب الطاجين ديالي كيف ما بغيت بلا ما يتحرق سوف تجربة طريقة شحر اللحم واللجاج سوف تضعه في الطاجين سوف تجربة الطاجين سوف تجربة الطاجين سوف تجربة الطاجين سوف تدعه سوف تجربة الطاجين سوف تستهرد سوف تجربة الطاجين سوف تبقى الطاجين بلا ما تبقى الطاجين جاكيش هاي وشوفوا المراقق دياله كيف جاكت معلقة بزف وكين من قوشيكم اللي بنا وما فيه لحرق اللوالو الحمص طيبين وكل شي طيب سبارك الله كانت منه تجربوا الطويجين شوفوا المراقق سبارك الله كيف جاكت عاقد عاقدة بزف تجين بنين والديد كون كلكم بصحة والراحة وإلى اللقاء بسلام عليكم